طيب هنروح للبدل كان عندنا حلقتين كابتر بغتواري رئيس الاتحاد كان معانا من 3-4 حلقات رئيس اتحاد البدل وشوفنا قديه فيه طفرة كبيرة جدا في البدل بالملاسبة البدل هو ملعب زجاجي بيلعب فيه اثنين قصاد اثنين فيه هو هاجين ما بين التنس الارضي والسكواش عندك المربع الزجاجي عشان السكواش والتنس بيبقى فيه شبكة في النص فهنا هاجين ما بين التنس والسكواش المضرب بيبقى كبير شوية البدل حقيقة بتكتسب عدد كبير اوي من الشباب والشابات مصر كاول دولة عربية وافرقية واسيوية تشارك في منديال الشباب في البدل وبتتلاقي في براجوية ايوه هتلاقي بقى الدول اللي هناك دي او الجزء الغربي ده شوية هتلاقي فيه البدل بشكل كبير واسبانيا كمان من الدول اللي هي كان اكتشاف هذه اللعبة خلينا اقول لحضراتكم الخبر بالتفصيل منتخبنا الوطن الناشئ البدل ووصل امبارح لدولة براجوية عشان يشارك في بطولة كأس العالم ولا هتتلاقي في الفترة من 29 نوفمبر اللي احنا فيه وبكده مصر هتكون اول دولة عربية وافرقية واسيوية كمان تشارك في كأس العالم الناشئين وده بفضل قاعدة الناشئين الكبيرة اللي عملها الاتحاد بفضل المهندس احمد رغتواري اللي كان ضرحنا من 3 اربع حلاقات مع اتنين من نجوم منتخب مصر مصر مشاركة في البطولة دي بتلات منتخبات في اعمار سنية مختلفة تحت 18-14 و16 فاللاقي منتخب تحت 18 سنة مكون من حسن شهين وعالد صحن وخالد ابو العطى ومحمد زهران ونور حسن وفريد الحلبي وجانا مهدي اما منتخب 16 سنة فيكون من وجدي رسلان وعمر سالم وتمين بهاء وحسن اندير وزينة شام ورويدينة فتحي اما منتخب 14 مكون من عمر نديم ومرتن ايمن وعادل الصحن وزياد شريف وسلم الزياد وفاطيمة تامر وفريد اسامة وريم طارق اما الجهاز الفني فبيترقصه الارجنتيني بابلو سيستي رئيس الجهاز ومعاه سيف ابو سنة كمدير فني للناشئين ومع اثنين المساعدين وهم حسام طنطاوي وشريف عصام ومن هنا الحقيقة كل التحية للدكتور عشف صبحي وزير الشباب ورياضة اللي بيدعم الاتحاد الحقيقة بميزانيته محدش عارف خليكوا فاكرين كويس البطولة دي ممكن تبقى بطولة علمبيا في وقت بالقوات انا بقول لكم ليه لان البطولة دي بتنتشر على مستوى العالم ومصر جزء من العالم كالنار في الحشيم والحقيقة يعني لعبة مشيقة جدا جدا عايزة فتنس عالي بتكتزب اتنين من اللاعبين لعبة الاسكواش ولعبة التنس والتالت كمان اللي هم ما بيمرسوش رياضة ليه ما لهاش اعمار سنية اي حد يقدر لعبها فالحقيقة البنحي هنا طبعا وزارة الشباب والرياضة ممثلة الدولة المصرية في دعم الاتحاد ودعم كمان هذه اللعبة عشان ان شاء الله نروح بها في حتة تانية